ألا بذكر الله تطمئن القلوب كبروا سبحوا استغفروا صلوا على النبي لكي تتحقق أمانيكم بإذن الله تعالى وتطمئن القلوب الفيديو تعلوم أهلا حبيبتي كامل كان مشاهدين خوتتي اللي دخلتوا عندي جدد أنا رحبكم في عائلتكم معاختكم حنان الحنونة إذن كما شفتو أخوتتي كما لاحظتو هاد الكرسي حبيت ندلو كما نقولو غلاف كحماية بخوتاج من الفق شحال وحن نحوسو بس كل كورسي تاعي شفتو شوية ديفيسيل لأن في هذك الجوتي من تحتها والظهر تاعو جاي داخل ما اللي انتهله يقولنا ما نعرفش نخدم لها يعني القماش تاعه شحال وحن نحوسو باش لقينا هاد السيد داللي هادك القماش يعني سياه كما نقولو غير سيافيه باش يشوفوا ولاي يجي قده ولازع ما يعجبني وان بليس يعرف يعني الخدمات تعاكفة شديرا قال لي ولا حبيتي هاد القماش تخليه إذا عجبك هادا الصفر إذا ما عجبكش أنا أعطيك القماش هو خيري وتلون دين خير مع خياتي طاني هادا شوفوا هادا شغول شوية يشبه البوتشامو عندو آسم ميت كيتو شوية تقول شبه القماش تاعب البوتشامو مشي هادا اللوت خليه إحداه شوفوا الألوان أنا عجبني هادا الرمادي وانتو ماريو عليا فيه شوية ديزاين هاراكم تشوفوا فيه هاي الألوان وقولوا لي اللون اللي يجي للكرسي تاعي الزوجي تاعي عجب هادا القرونة اللي وريته لكم وانا عجبني هادا كلي تحتها الرمادي دون كنتو ما خيروا معايا قبل ما نبدأ نخيطهم عندي سبع كراسة وكي ما شفتو الموديل اللي وريته لكم تاع طاولة المطبخة تاعي وكينا واحد الأخت قاتلي نصحيني إذا مليحا ولا صوليد ولا في الروتين الجاي نهدر لك عليها أختي أعطوني رايكم في الألوان أنا اختارت هادا كالرمادي اللي في شوية ديزاين تعال قماش اللو اللي اللي يصار والزوج تاعي تاني عجبه اللي فوق منه هادا كالقرونة دون كرية وعليا بسكوز فغي ما تعبوني بالمسيح كي ما فهمتكم في روتيناتي نسلنا كم تكتبو لي باش في الروتين الجاي نقول لكم ويش قررت وهنا يا أخواتي أبركو كس وجدها لكم بالتعمير شوفوا يهبل بالبنة طوب جو طوب هادا دا ولايتي دا بلادي ماسكر دونك البنة ما نحكيش عليها كي ما تعرفوا عودتكم حانان بمصداقية ودرتها بالتعمير وجدتها لكم للمولود راه فيه بزاف أنواع مش غير هاد النوع هنا عدنا بركوكس يعني النوع وفيه بزاف كي ما يقولوا العيش ولا المرضود كل واحد وكيفاش يقول له الجزائر تعنا بلادنا الله يبارك كل واحد وعندوا الأسم تعال يعني الأقلات التقليدية تعنا المهم بركوكس للمولود حضرتها لكم حطيتها البارح راه في قناتي تانية واسمها كوزينة حانان للمخبوزات والعجائن مرحبا بكم كامل خواتاتي دونك نحط لكم الأسمة تحافر لصندوق الوصفة هنا يقول لي كاش ما حتاجت تكتب لي وأنا في الخدمة نبدو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنا وقلتوا لي حانا نختي أعطينا همسة لراجلك كيفاش يساعدك وكيفاش يساعدك في البيت وفي المطبخ ويساعدك في الأولاد وكلش أنا جاي معاكم بالعقل شوفوا أنا الزوجة تعي كي ما تعرفوا خواتاتي كان خدام في الدولة يعني في الحكومة وكي ما نعرفوا قاع أنه اللي يخدم في الجيش ولا في الدرق ولا في الشرطة ولا يتعودوا وحدهم من قبل يعني هما يكونوا دي سيلي باطر يكونوا يغسلوا ينطفوا يغسلوا المعني طيبوا وحدهم كل شي يديروه تكون عندهم عادة يعني تكون عندهم لا بيوتيد من قبل دي جارة كم تشوفوا في الزوجتا عيد تقطاع تعال يعني الخوضار واللحوم وكلش يعني كان دي جا تعلم من قبل ودستاش كي ما نقول مالغري كان يخدم وكلش بصح هذي كي كان سيلي باطر أنا كي تزوجني في الأعوام اللولة ما نكدبش على أخواتاتي ولا فنيان حتى كي جبت التوام هو يشوفوا مدي يبي يساعدني من اللي كنت عروسه يعني بيكون اللي مزدقيا وربي رح شاهد علاش متعود من قبل كانت عنده كي ما يقول لك طبيعة من قبل كنا يعني كي ما يقول لك مع بعض نخدمو الشغول مع بعض إلا كي ما بصح كي تنفح له مش يوميا كي تنفح له مام كي كان في الخدمة قبل ما يدي لاغو تخذ دكارة لاغو تخذ كان يساعدني عادي سيخطوك يكون الموغال تاعه طالع كي تطهل لايف فيه راكم عارفين تعني طيب تطهلي فيه في كل شي يعني في عام متن هو تاني يطهل لافيك ويحن ونزيدكم حاجة واحدة أخرى الزوج كي يكون قلبها حنين تكون فيهم حنة يحن عليك ولو بالقليل أنا الزوج داي عرفتها كي ما عقول لكم يخدم الشغول وعندهم حنة كبيرة في قلبه مام فضار يساعدني حتى كي نكون نفسها صدقوني قبل ما يلحقوا الموالية هو اللي يرفضني اللول معنتها فيه طبيعة وزيادة على هذا أنه قلت لكم محنين هذا هي يا أخوتيتي والراجل الهم ساز عمالي نعطيها لكم أنه راجل تعوده من اللول طبعيه من اللول يقول لك وليدك على ما تربيه وراجلك على ما تطبعيه أنت يا راني دايجا قلتها لكم مش حامل مرة في روتيناتي أنت يا راجلك من اللولي راكي عروسة وراكي جاية عادة جاية ولا راكي عنده من اللول يعني طبعيه بصح بالحيلة مش يتقولوا ها ما ركش تعاوني ولا ما ركش سيندي ولا ما ركش هوني نظر نتعب ولا راكي عاد عروسة جديدة ولا عندك قطفل صغير ولا راكي عادة في ديبي داع زواجة تاعك بالعقل يعني يقول له خويا ما نيش نقدر راني مريضة شوفي كيت حني عليه انت يا هو يحني عليك أطهر لي فيه يطهلا فيك وبالكلام الحلو شوفوا ناس بكري واش يقول لك لسان الحلو ترضعه اللي بيا انت يروحي له بالتكليخ يا خويا ما قال خويا حنوني ما نيش نقدر والله غي الظهر يتقسم وكدا وكدا وحاولي انت يعني كي ما نقولو والفهم اللول أنك كي ما نقولو تول فيه تبحثيه ادي لي هاذي كذا هكا جيب لي هاذي حنوني تعيش جيب لي هاذي شوفي بلا ما يعبى بلا ما صن فغا تنصين يلقى روحا هو يعاون فيك ولا كي ما نقولو راه جاي من الخدمة خليه يريح شوية ماشي تمتم وبالدي بالعقل عاوني حنوني نتقاسمو من ناديك ديك وكل حاجة كل حاجة جي في وقتها كي ما قلت لك فهمتك ارواحي بالعقل معاه ما تجي بها شخشونية ولا يخدم لك الشغل وكي ما نقولو ما يعجبك جامي يخدم لك الشغل ودقولي له ما يعجبنيش ولا لا مشي هكذا ولا ما ما يعجبكش الشغل تاعه والخدمة تاعه الشقري ومدحي عليش هو يطلع لها المورال لو يعك ما نقولو عيبتي عليه ولا قلتي له لا ما خدمت ليش مليح راق غيطلب بصرق غيطلو راح يطح لها المورال ويحلف انو ما يزيش هذي مجربة مني انا شخصيا راح يطح لها المورال وما يزيش يعاونك صدقوني عرواحي معه بالحيلة اي تاني هو قلبها يحن وان شاء الله ربي حنن كامل قلوب ازواجكم يا ربي وتكونوا مفاهمة يعني وطيبة وحننة وكامل هذي هي راني جايا في بزاف روتينات هذا ما درج فيها الوقت بزاف كي ما راكم تشوفو لازم نمرو للوصفة اخواتي استمحوا لي المهم يتبع للروتين الجاي اذا حبيتوا يتبع قولولي نكمل لكم على هاد الهمسة حبيتوا همسة واحد اخرى قولولي نكمل لخواتي يعني نعملو لكم همسة واحد اخرى وعلى فكرة الزوج تاعي كان هضر في الفيديو وانا باش اعطاكم همسة ميكي حبيتوا الهمسة تاعي اه درتها وهو راهم جايين يعني همسات باش يفيدكم تاني هو ترقبوها بإذن الله اذا كي ما شفتو اللوبي يومو شطو قطحت هاتي ابتدي اهاكا كي ما راكم تشوفو حبيتوا تقطعوها صغار على هكذا قطعوها خسلتها مليح مليح بالخلو والملح راكم تعرفوا يدوروا لهم يدوروا لها الدواوقع شلتها بالماء بارد ودرتها تقطر وعاود درتها تفور مدتش معايا الوقت بزاو واحد كان زميني تكيت تفور من تحتها عاود تقل بها للفوق تاني اللي كان ملتحت رجعي من فوق باش تفور وطيب زبدة واش نديرو نشدو مقلات نديرو فيها ملعقتين كبيرة زيت اه نصف ملعقة مارغارين كبيرة خلوها الدوب نرمو شوية بصل غير شوية تعبصل المهم فيديور هوادح نحط اللوبيا موشتو تعنا تتحمر معاه كيت ما تخلوه هاش تولي برنيا يدخلها غير شوية هذك اللون الذهبي الخفيف باش تجيب نينا نضيفوا لها الملح فلفل اسود ونصف ملعقة كمون مرحي يعطيها ذوق واو وزوج فصوص توم نخلوها واحد دي مينوت ولا مانبا مانبا واحد سنك سات مينوت اه يعني تشرب هذو كل ليزي بيس ونضيفوا لها حبتين طماطم مرابية تكون حمرة وشبكي معا وتكم ما تكونش قارصة ويكون اللون تحبها تصفر ولا كمش لازم حمرة باش تجي الاوكلة تعنا بنينة نخلوها طيب هذي كطماطم المرحية مع الوصفة واحد خمس دقائق ولا وحنا نخلطوه من حل لاخر اه نضيفوا لها بعد ما تدخل طماطم في المكوينة تعنا نضيفوا لها ربوح كاس تاع ماء شوية سخون علاش باش تجانس قاع المكونات وتجينا شوية فيها سلسة يعني مندية باش مناكلوش القاطعين تعنا ناشف ولا غير ترميو هذك الربوع ونصف فتاعة كاس ماء تعليتي ولا أربوع كاس نطفيو عليها نخلوه يدي ويرد شوية نطفو عليها نرميو لها البطاطا البطاطا شفتوا قطحها الزوج دا عادي بتيدي قليتها صفيتها وخلطها مع اللوبيا مع قاع المكونات غير طفيت خلطها اه جانسوا قاع المكونات ودرت بلا ما تدهنوا البلان را هاي دا جا هي ميد ما درت من فوق الجبن الشيطاغ هذا ننصحكم به بنين 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 لأطباق تيحكم ويجي تكسله وكترتو منها شوية هو شوية غالي هذك الكمية شريتها 30 ألف 30 ميل وقدر در تقاع الجبن درت صلصة الجبن صلصة الجبن نحط لكم الرابطة تاحا هنا في صندوق الوصف وسخني الفورن تاعك شعليه ملتحت وملفوق كي تشوفيه سخن مليح طفي ملتحته قبل ما تدخلي البلاتي عك طفي ملتحته وخلي غير ملفوق في شوية يتحمر غير شوية ملفوق وخرجيه وبصح حاول هنا مع السلام في أمن الله